سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية رسالة لوجا إلى ثيوفيل الحلقة خمستاشر أهلاً أهلاً الحمد لله الحمد لله قصتك الجميلة تفاجئين بها إن شاء الله هي طبعاً تماماً لقصة سيدنا عيسى عارفين كده طاح إن شاء الله طيب يا أولادي في المرات الفاتت تشوفنا إن سيدنا عيسى عليه السلام يتكلم في موضوع مختلفة ونبه الناس لحياة مهمة من ضمنها الرحمة والليلة حنشوفه حيتكلم عن حياة تانية وفي مقدمة الأمانة وعن الأمانة سيدنا عيسى ضرب لحيرانه مثل وقال ليهم يا أحبة كان في راجل غني معين له وكيل على أمواله الوكيل ده كان غير أمين وكان بيتصرف في مال موكله على هواه وفي شكوة وصلت لزحبة المال بأنه وكيله بيتلعب في أمواله عشان كده قام ناداه وقال ليه ده شنو اللي أنا سمعتو عنك ده يلا أمي تجيب لي ده فترة الحسابة اللي عندك وخلاص خدمتك معي تكون بعد كده انتهت ومن دلوقتي ما هتكون وكيلي والوكيل لو ما سمع الكلام ده قال لي نفسه سيدي حيسحب من الوكالة طيب أنا بعدك هاعمل شنو ده مصيبة دي لأنه شغل الزريعة ما هاقدر عليه وكبان ما هاقدر على الشحدة لأنها عيب أيوة أيوة جاتني فكرة طالما إني هأفقد الوصيفة لازم أعمل حاجة أخلي بيها الناس يعطفوا علي ويشغلون في عمل مماثل وبسرعة وقبل الناس ما يعرفوا الحصل الوكيل ده قام نادى كل الناس الفضل عليهم دين لسيدهم وقال للأول انت مديون بيكم والمديون الأول رد عليه بيمية برميز صغير من زيت الزيتون والوكيل قال له فاترتك هتكون بخمسين بس وقال للتاني وانت عليك كم ورده وقال مية الشوال جمح والوكيل قال له فاترتك هتكون بتمهنين ويستمر يعمل كده مع باقي المديونين لغاية ما انتهى ومشه يسلم الدفاتر اللي يسيده وصاحب المال لما يعرف الحصل ده معاينه كان زعلان جدا لكن برضه اتعجب وقال فعلا وكيل ده كان داهي ومكر يا احبه بالطبع ناس الدنيا في تعاملهم مع بعض احرص من الناس الاخرى عشان كده انا بقول ليكم اقصبوا اصدقاء بمال الدنيا وليما المال ده يخلص الله حيتقبقكم بفرح في دار الغلود يا احبه الامين في الحاجة الصغيرة امين في الحاجة الكبيرة برضه والعكس صحيح واذا كنتوا غير اامين في المال الفاني من初 Punch ويضمن ليكم حياة الخلود الأفضل من المال واذا كنتوا غير اامين في الحاجة الما حقتكم من初 tadi وحقكم يا أحبة انتبهوا الزور ما بيقدر يخدم له سيدين لأنه هيحب الأول ويكره الثاني عشان كده مستحيل إنكم تعبدوا الله والمال في وقت واحد والفريسيين كانوا بيسمعوا في الكلام ده ويهزقوا ويضحقوا علي سيدنا عيسى لأنهم كانوا بيحبوا المال جدا وسيدنا عيسى راحب استهزاؤهم وقال ليهم يا منافقين انتو بتجتهدوا عشان تغنعوا الناس بأنكم صالحين ومتبعين الطورات لكن الله عالمي ما في قلوقكم والصلاح الزايف قدام الناس غير مقبول عند الله والطورات والزور وكتب الأنبياء كانت فيهن إشارة لزهور المملكة الموعودة والنبي يحيى بدأ الدعوة لها والدعوة دي مستمرة والناس بيجتهدوا بيشد عشان يدخلوا المملكة دي يا منافقين أفهموا إن زوال السماء والأرض أسهل من زوال نقطة واحدة من الطورات انتو بتفسروا الطورات على حسب هواكم في كتير من الأمور وده ما صحيح مثلا على حسب الطورات وعكس رايكم كل زول يطلق زوجته ويزوج واحدة تانية بيعتبر خاين لعهد الزوجية وكبان نفس الشي بالنسبة للزولة البيززوج مطلقة طيب خلوني أقول لكم المسألة كان في راجل غني بيلبس الملابس الغالية وعايش عيشة منغنغة لكن معا كده كان مجغول بالدنيا وبعيد عن الله وكان قدام بابه فيش حاد اسمه ليعازر والليعازر ده كان طغي معي إنه كان مسكين ومتشرد وجسمه كله مليان جروح وخراج وكان يتمنى إنه يأكل القليل البيع على الأرض من طعام الغني وأصعب من كده كانت الكلاب بيتيجه وتلحص جروحه لعازر ده مات وحملته الملايكة لجوار النبي إبراهيم ومات الراجل الغني كمان ويندفن والراجل ده كان بيتعذب حتى قبال يوم الحساب وعاينه شاف من بعيد لعازر في مقام جوار النبي إبراهيم وكوركو قال يا أبوي إبراهيم أشفق علي ورسل لعازر عشان يبيل طرف أصبعه بالموية ويبرد ليلي ثاني لأني أنا هنا بتعذب في اللهيب ده لكن النبي إبراهيم قال ليه يا ابني تذكر إنك نلت خيراتك في الدنيا وكنت بعيد عن الله عشان كده إنت دلوقتي بتتعذب ولعازر كان مسكين ومحروم ومعا كده كان قريب من الله عشان كده دلوقتي ربنا عوضه ومع ده كله كمان فيه هو كبيرة بيننا وبينكم ما في واحد من هنا يقدر يجي لكم ولا في أي واحد منكم يقدر يجي هنا الراجل كان غني قال طيب إذن أرجوك يا أبوي إبراهيم أن ترسل لعازر لبيت أبوي عشان يحذر أخواني الخمسة عشان ما يجو للمكان العذاب ده لكن النبي إبراهيم قال ليه التحذير موجود في التوراة والزبور وكتب الأنبياء خليهم يشوفوا والغني رده وقال لا يا أبوي إبراهيم إذا قاموا واحد من الأموات ومشاليهم ده حيكون دليل قوي جدا ليهم عشان يطوبوا والنبي إبراهيم قال ليه إذا ما اقتنعوا بالمكتوف في التوراة والزبور وكتب الأنبياء معناه ما حي يقتنعوا حتى لو قاموا واحد من الأموات ومشاليهم وبعد كده سيدنا عيسى تلفت على حيرانه وقال ليهم يا أحبة بالتأكيد فيه إغراء بالوقوح في الضلال وعدم اتباعي انتم ما تتسببوا فيه لأن المسبب فيه يا ويلو ولو يطربت حاجر طاحونة في رقبته ويتربى في البحر ده حيكون أهول له من العزام إذا كان هو السبب في إغراء أي واحد من الاتباعي وخلاه يضل ويدعاغب عشان كده خلوا باكم كويس واخوك وأختك في الإيمان إذا قلتوا معاك عاتبهم وإذا اعتذروا عن غلطهم سامحهم وكمان إذا قلتوا في حقك كذا مرة في اليوم ورجعوا لك فيه كل مرة بعد غلطهم ويعتذروا سامحهم وحيران المبقوسين اللي 12 بعد ما سمعوا الكلام ده قالوا ليه زيدنا إيمان يا زيدنا يا أحبة إذا كان عندكم إيمان بألا قدر حبة الخردل لو قلتوا ليه أكبر الشجرة يتقلع من عروغك وانبيت في البحر حطيكم يا أحبة كمان خلوني أقول لكم ما في إيمان بيدون تعطي الله طيب لو فرضنا إنه في واحد منكم عنده عبد بيشغله في المزرعة أو رعي الغنم والعبد دله ما يرجع من شغله تفتكروا إنه سيده حيناديه بسرعة ويقول له تعالوا قعدوا كل طبعا لا وإنما حيقول له جهز له العشاء بتاعي وخليك جاهز لخدمتي لغاية ما يدعشها وبعد ذلك انت وكل وبالطبيعة العبد ده ما بيستحك أي شكر على خدمة سيده وكمان بالنسبة لكم يا أتباعي خاصة لما نتعملوا كل الحاجات اللي أمركم بها الله يتواضعوا وقولوا نحن مجرد عبيد ضعيفين وما بنستحك الشكر على أي شي عمناه لأنه ده شي واجب علينا وسيدنا عيسى لما كان مسافر للقدس مر على الحدود البين السامرة والجليل وفي أثناء ما هو داخل قرية كانوا في عشر رجال مبرزين والرجال ديل شافوا سيدنا عيسى ولكن لأنهم ما كانوا طهرين بسبب البرس وقفوا بعيد منه ونادوه وقالوا ليه يا سيدنا عيسى أرحمنا يا سيدنا عيسى أرحمنا يا سيدنا وسيدنا عيسى عليه السلام لما شافوا مقال ليهم أمشوا وقابلوا الأحبار المزئولين من أمور العبادة عشان يعلموا طهراتكم وفعلا الجماعة المبرزين ديل سمعوا كلامهم ومشوا وفي الطريق شفوا وواحد منهم بعد ما شفوا رجع وكان بيسبح في الله بأعلى صوته ولما وصل وقع الرجلين المسيح وشكروا الراجل ده كان من السامريين المنبوذين من قبل بن إسرائيل وسيدنا عيسى لما شافوا قال ده واحد من عشر شفوا طيب التزعل باقيين وين ليه ما في أي واحد منهم رجع وسبح لأله غير الراجل الغريب ده وبعد داك قال للراجل اللي كان مبرز يا مبروك دلوقت يقوم مش إيمانك نجاك أحي يا أولادي بكلامات سيدنا عيسى قال للراجل اللي كان مبرز ده حنقيف هنا بكلامات سيدنا عيسى لما شفوا بكلامات سيدنا عيسى لما شفوا ترجمة نانسي قنقر